أنيقة ورقية ابتسامتها الجميلة تعكس جمال لوحاتها التي تترجم فيها حبها للطبيعة بإبداع وإتقان بسم سادات بدأت حكايتها مع الرسم الزخرفي وهي تزاول دراستها بكلية علوم الإعلام والاتصال وبعد التخرج تخلت عن حلمها للظهور كإعلامية وظلت شغفة بالإبحار مع الألوان الزاهية لتصنع بها لوحات وجداريات تعبر بها عن جمال الطبيعة كل مرة نقول بفضل الوالد ديالي هو اللي اكتشف هاد الموهبة فيها وشجعني حقيقة شجعني باش نطور هاد الفن وندخل نتعلمه كنت الأعمالي كنت نديرهم في الجمعية أنا كنت نحل نعود نطبقهم وشنو ما كنتش نطبقهم على الورقة أنا كنت نطبقهم على القطاع الخشبية يعني تعلمت القطاع الخشبية في البيت قبل ما نتعلمهم في الجمعية حرصوا بسم بريشتها على إنجاز رصوم ودلالات تعود بك إلى عهد الفن العثماني فاتخذت من قصر الحمراء بقلب القصب العتيقة بالجزائر العاصمة ركنا لها لعرض بعض أعمالها وبه خطت أسقفه وأرجاءه وتشعرك منذ الوهلة الأولى أنك تقف فعلا أمام إرت أصيل وتاخدت قصر الحمراء الأندلس مكاناً يعني اللي نعرض فيه حالياً نعرض فيه بعض الأعمال يعني مشي بزاف بعض الأعمال شاركت في المعارض يعني هنا في العاصمة وكانت لي فرصة يعني شاركت في خارج العاصمة كانت في ولاية سكيكداب ومؤخراً شاركت في معارض غرداية مهرجاً وطني اللي متلت فيه متلت فيه ولاية العاصمة جوف الليل ليس ظلمة بالنسبة للفنانة بسمة بل هو مفتاحها للإبحار في عالمها الإبداعي وكلها إيمان بأن الليل أكثر حياة وذخراً بالألوان من النهار والعمل تعيز تمر حتى منتصف الليل حتى زوج أحياناً 13 صبح تكون عندي زعمة خدمة وندخل في العمل ننصى روحي كامل بعدما غاب هذا الفن هذا نحن مدى بنا نعود نحييه حتى إن طوله لمسات شوية عصرية لكن نقعد ديما نحافظه على تقافة بلادنا تعمل هذه الفنانة الشابة على حماية الفن العريق من الاندثار وهي تحب التجربة والتحدي وخوض المغامرة تطمح للظهور وطنياً وعالمياً بإنجازات ريشتها